اهلا بحضراتكم عندنا افتتاح مهم جدا 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 لكل المواطنين خاصة لأهل الصعيد التحركوا من القاهرة للصعيد ومن الصعيد للقاهرة مرة تانية محطة خطارات بشتيل البيت هيتم افتتاحها رسميا النهاردة ان شاء الله بحط قليل هيتم افتتاحها رسميا النهاردة كان ايه القديم المعتاد عندنا وبقى عندنا دلوقتي محطة خطارات بشتيل اللي هتكلمكم عنها بالتفصيل وازاي بتخدمكم وفين مكانها كل ما يخص محطة خطارات بشتيل هنتكلم عنها في التقطية دي وعلى الخرايط يعني علشان تبقى كل حاجة واضحة وسهلة ومبسطة لحضراتكم طيب كنا الاول بنتحرك في محطة رامسيس محطة قطارات رامسيس هي كانت المحطة الاساسية اللي بتخدم كل هالي الصعيد علشان تروح الصعيد او ترجع من الصعيد كان هي كل الاهل الصعيد بيتحركوا من هناك من محطة رامسيس لو كلمنا على زحام كان موجود لو كلمنا على المنطقة المحيطة بالمحطة فهي كانت في وسط البلد نوعا ما فكان فيه نوع من انواع الزحام ركنات كانت صعبة على ناس كتير خدمات ايه نوعا ما ما كانتش برضو بالشكل المطلوب اللي يليق بالمواطن المصري ومواطن الصعيدي اهل الصعيد اللي عايز رايح رحلة طويلة وعايز يروح مرتاح راجع من رحلة طويلة وعايز يرجع مرتاح فتم تخصيص بناء مشروع جديد او محطة جديدة تكون تبادلية كبيرة تريح المواطن وده كان الهدف منها في البلد ان احنا عايزين نريح اهل الصعيد ونخدمهم خدمة متميزة وده كان الهدف الاول على بعد تقريبا 17 ديئة بالزبط 17 ديئة من محطة رامسيس هتتحرك من محطة اطرامسيس هتلاقي ان انت بتروح زي ما انا ماشي مع حضراتكم كده لمحطة بشتيل لقطارات صعيد مصر طيب يعني لو الصور واضحة احنا طلعنا بتغطيات وموجودة عندنا الصور على موقعنا اليوم السابع دي صور لو نقدر نسميها المتحف انا هكلمكم عن التراز المعماري المميز الحقيقة لمحطة بشتيل المهاردة وكل ده هنتكلم عنه دي هي الصور اللي موجودة لمحطة بشتيل لو دخلت عليها على جوجل مابس او موقع الخرايط هتلاقي الصور دي قدام حضراتكم زي ما قلت لحضراتكم 17 ديئة بالزبط بتبقى هناك ايه اللي بيميزه مكان جديد واسع مش زحمة خدمي بشكل مميز في مول كبير بيخدم كل المحطة واهل المنطقة كمان مش بس المحطة لا ده كل المنطقة بيخدم ايه بتتحرك ازاي بتروح له ازاي هنتكلم في ده محطة بشتيل المحطة ده موقعه بزبط بتخدم كذا محور بتخدم كذا شارع عندنا شارع المطار عندنا شارع السودان عندنا كذا شارع برضو تانين وهم اقولهم لحضراتكم دلوقتي شارع احمد عربي يبقى اهو مع حضراتكم المطار والسودان واحمد عربي وفي النص بالزبط محطة بشتيل لقطارات الصعي دي اللي قدام حضر طيب بتخدم برضو كذا محور موجودين من المحاور الكبيرة المهمة زي مثلا محور فريق كمال عامر قدام حضراتكم اهو ده برضو قريب خطوة ونص بالزبط من المحطة عندك محور احمد عربي الجديد وكمان تحت هنا في محور 26 يوليو الموجود بالشكل بالخط الاصفر ده اللي قدام حضراتكم ده محور 26 يوليو احنا عندنا 26 يوليو واحمد عربي وكمال عامر دي المحاور اللي بتخدمها محطة بشتيل اما الشوارع في شارع المطار والشارع الشدان والشارع احمد عربي دي الشوارع اللي بتخدمها محطة بشتيل جديد طيب كل خدمات السكة العديد اللي محتاجها الراكب هيلاقيها هناك في محطة بشتيل مساحاتها تقريبا 3 اضعاف مساحة محطة رامسيس القديمة اللي حضراتكم متعودين عليها اللي تقريبا كل مواطن عد على محطة رامسيس محطة بشتيل في الجيزة قريبة جدا من الطريق الدائري وزي بطر حضراتكم كل الشوارع اللي هي بتخدمها في بقى اللي بيميزنا كمان برضو دي شبه المتحف المصري الجديد حاجة فيها نوع من انواع الشكل المصري القديم طراز المعماري القديم مع عابد المصري بتاعتنا بدي حاجة من الاشكال اللي بتميز محطة بشتيل زي ما حضراتكم ووردكم الصور كده دي هي الصور اللي موجودة قدنا كل دي حاجات انا جاب لكم حاجات كلها من على جوجل فتقدر تدخل وتعمل حاجة بمنتهى البساطة يعني انت مش بحتاج تعمل سورش كبير انت هتدور بس هتكتب محطة بشتيل لقترات صعيد مصر او محطة بشتيل وهي هتطلع لك على طول طيب حاجة برضو الناس اللي بتسأل طب انا لو عايز اتحرك اروح اصلا لمحطة بشتيل هروح ازاي او صلها ازاي طب هل في مترو يوديني هل في طريقة مواسطات معينة توديني طبعا اكيد حاجة ما تنسيتش اكيد حاجة معمول حسابها احنا عندنا محطتين مترو قريبين منه التوفيقية ومحطة مونوريل ستة اكتوبر يعني انا عايز برضو ايه اللي هقول لحضراتكم ان هي بقت شبه تبادلية او هي مش شبه تبادلية هي تبادلية بالفعل هي هتلاقي المترو بيودي حضرتك قريب منها هتلاقي المونوريل بيودي حضرتك عليها مباشرة هتلاقي ان انت لو عايز تتحرك في اي مكان باي وسيلة مواسطات هي بقيت اسلس طريقة واسهل طريقة تقدر تتحرك بيها وهي محطة اطارات بشتيل لصعيد مصر لخط الصعيد كله فدي حاجة من الحاجات اللي بتميزة فالتوفيقية هي محطة مترو التوفيقية هي اقرب حاجة ليها وزي ما قلت لحضراتكم محطة مونوريل ستة اكتوبر تاني اقرب حاجة دي علشان المواصلات الداخلية بعد كده بتركب القطر تروح على الصعيد ترجع من الصعيد طيب لو اتكلمنا بقى عن الخدمات الموجودة داخل المحطة ايه الخدمات اللي بتقدمها ايه الخدمات المختلفة ايه الجديد في المحطة اللي مختلفة عن رمسيس فيها خدمة تقطع تذاكر مكينات التيفي ام تدخل تقطع التذكرة من غير ما بتلاقي العنف البشري مستنيك علشان يقطع لا انت بتدخل بتحاسب الماكنة الماكنة بتطلع لك التذكرة بتاعت حضرتك تاخدها وتركب القطر بتاعت وتروح مشوارك وتسافر على الصعيد وترجع بدون اي تدخل بشري فدي اول حاجة مختلفة وبتميز محطة ايطارات بشتيل فيها شاشات عرض كبيرة علشان تعرض موعيد الايطارات فيها صارة ضخمة لقطع التذاكر فيها بقى الجزئية المهمة جدا وهي منافذ خاصة بذوي الهمم دي برضو علشان تسهل عليهم الخدمات اللي هم محتاجينها كلها فبتلاقي يعني كل ذوي الهمم هيقدر يدخله بسلاسة من البداية خالص من بره المحطة بيقدر يدخل بمنتهى السلاسة لغاية جهة لما بيتلقى خدمته بعد ما بياخد التاكت كمان بيقدر يدخل على القطر بتاعه ممكن كمان من غير ما يحتاج لأي عنصر بشر ان هو يساعده بيلاقي كل الخدمات متسهل له ومتيسره زي ما قلت لحضركم مصارات خاصة بالمعاقيم بداية من المدخل الرئيسي حتى ارصفة القطرات فيها سلال كهربا فيها مصاعد على الارصفة فيها سنديق لحفظ الامانات وخدمة حمل الحقائب وحجز السيارات الاجرة يعني برضو هي الفكرة فيها ان انت هتدخل مش هتحتاج حاجة من بره مش هتحتاج تعمل اي حاجة انت جوه هتلاقي انت عايز سيارة اجرة توصلك للمكان الفلاني هتلاقيها موجودة جوه ان انت تقدر تحجزها عايز تيجي بالمترو زي ما قلت لحضرتك هتلاقي اقارب محطة مترو وهي التوفيقية لما المونيريل ان شاء الله هي مونيريل ستة اكتوبر هي اقارب محطة مونيريل بدي فكل حاجة متيسرة جوه علشان تلاقي الموضوع سهل وبسيط زي ما قلنا لحضراتكم من الغرض الاساسي لانشاء محطة متروطية لصعيد مصر وهي تخفيف الزهم عن قطارات مصر برامسيز محطة قطارات مصر برامسيز فيها خطوط وجهة قبلي وخط المناشي الاباري هتكون بداية عدد كبير من قطارات السكك الحديد من وإلى خط القاهرة اسوان سعر لتذكرة الركوب من المحطة هيكون نفس سعر الركوب من محطة القاهرة ما فيش اي اختلاف تماما فيها جراش متعدد الطابق بجانب المحطة زي ما قلت لحضراتكم المكان مساعد ان كان يتعامل فيه كل الخدمات اللي تقدر تسهل اي حد حد حابب يوصل قريب واهل واي صحب واي حاجة هتلاقي الموضوع سهل وبسيط فيه جراش هتلكن عربيتك مش تبقى رايح زي ما نقول متدايق وانت رايح لا أبدا انت هتروح هتلاقي ركنتك لو مش رايح مواصلات فهتلاقي الموضوع سهل وبسيط مش هتبقى رايح متدايق أبدا وانت رايح محطة قطارات بشتيل الجراش متعدد الطوابق جنب المحطة على طول فيها الهارم الزجاجي بارتفاع 42 متر تقريبا و4 متلات من الداخل علشان كده زي ما بقول لحضراتكم بيميزوا شكل المعابط المصرية القديمة الشكل مش مختلف هتحس ان انت داخل نوعا ما نوع من انواع المتاحف المصرية القديمة اللي بتغبر عن هويتنا المصرية فدي حاجة برضو اللمسة الجمالية مهمة جدا برضو ما نستقلش بها ابدا وانا قد دي شكل وخلاص لأ حاجة برضو بتدي لمسة جميلة انت لما تروح اي مكان وبتلاقيه حلو دي اول حاجة بتلفت انتباهك فأكيد شكل المكان من الفاجات المهمة جدا فيها ورشة صيانة عربيات القطارات وورشة صيانة الجرارات فيها 28 شباكة زاكر 6 ارصفة الركاب الوجه الابلي و4 الخط المناشي مساحتها 239 الف متر مربع يعني مايو عادل 57 فدان الطاقة الاستعابية للركاب المحطة 250 الف راكب يوميا فيها بدروم بيستخدم جراش بيسع 20 و50 عربية غير الجراش متعدد الطوابق اللي قلنا لحضراتكم ان هو جامل المحطة دي كانت يعني نوعا ما زي من قول شرح مبسط لمحطة بشتيل مكانها فين بتقدم ايه لحضراتكم بتخدمين هل بعيدة عن محطة رامسيس ولا لا هل اختلفت ولا لا شفتنا الاختلاف شكل وعمل ازاي ايه الفرق هترتاح عند ايه فده كان كل حاجة عن محطة بشتيل ان شاء الله يعني خلال وقت قليل ان شاء الله متكلمش في حاجات كتيرة وهيتم نفتاح المحطة الرسمية وهتبقى متاحة لكل ركاب ان هما يقدروا يستخدموها ان شاء الله من النهاردة واي جديد بخصوص محطة القطارات بشتيل هنبقى محضراتكم على تلفزيون يوم السابع على مطار الساعة علشان نقدر نقول لحضراتكم ايه جديد فيما يخص دي محطة القطارات بشتيل من هنا من تلفزيون يوم السابع بشكركم شكرا جزيلا وإلى اللقاء